السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم عودة على آخر التطورات في تونس آخر الأخبار المتعلقة بالإيقافة الأخيرة ورئيس الجمهورية وخطابات جديدة وتحركات جديدة نبدأ بآخر مستجدات قضية نوردين بوتار مدير عام إذاعة موزايكة في اللي أعلنت موزايك في ساعة متأخرة من الليل بأنه قضية تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة إذاعة بالسجن في حق مدير عام إذاعة موزايك حسب ما أكده المحامي أيوب لغدامسي محامي نوردين بوتار مدير عام إذاعة موزايك أفهم لغدامسي قال بأن قضي التحقيق اتخذها القرار على خلفية استعمال الخط التحريري لموزايك للإساءة لأعلى آرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد وقال واعتبر حسب رأيه وأن هذه الدهمة كيدية قال بأنه اتمنين أن يتخذ قضي التحقيق قرارا شجاعا بناء على معطية قانونية في الملف وقراء تثبت وأن التهمة كيدية لكن ذلك لم يحدث قال بأنه الأحساس بالأمين في البلاد أصبح منعدم لأن القضاء لم يوفر أدنى درجة الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطية كذبة حسب قوله وقال هذا افتراع واضح وتنكيل بنوردين بطار على خلفية نشاط صحفي الإذاعة الخط التحريري هو ما يقلق موجه التهمة وقال بأنه تم استعمال تهمة تبييذ الأموال كغطاء على التهمة الرئيسية وهي استعمال الخط التحريري لموزيك للإساءة لأعلى هرم للسلطة حسب تعبير المحامي كنت الأستاذة وفق الشيرلي أصدرت زيدة كيف كيفها كتدوين الأخبار هذا كانت زيدة نشرته إصدار بطاقة إدعب السجن في حق مدير عام موزيك نوردين بطار هذا أكيد بشي خلف برشة ردود فعل وبرشة تصريحات على كل تقضي هذه رواية المحامي ما تكتمل الصورة إلا ما تخرج السلطة الرسمية وزارة عدل ولا وزارة داخلية ولا سلطة معنية بش توضح ما حقيقة يكون فيما تبييذ أموال في ملف نوردين بطار نمشي إلى رئيس الجمهورية البرح كنت فيما برشة أنشطة لرئيس الجمهورية بش نرجعوا تباعة عليهم رئيس الجمهورية أجرى مكيل مهتي في البيرح مع أمير دولة قطر أخيه صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني شكروا على إفادة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية لشؤون الإقليمية وعلى استعداد دولة قطر للوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهة كل المصعب المالية اللي تعيشها تونس هذه أكيد مؤشرات تفرح لأنه كيف نقوله مشاكل مالية ومساعدة مالية ووقوف دولة ما إلى جانب تونس في هذه المصعب المالية يعني بشيكون فيما تعاون مع قطر تعرفوا بأنه رئيس الجمهورية يعني عنده برشة مشاريع يبحث لهم على تمويلات مشاريع ضخمة وتستوجب برشة تمويلات كما مثلا على سبيل المدينة الطبية اللي أعلمنا عليها وبرشة مشاريع أخرين تي جي في وبرشة حاجة أخرين ووقتها قال أنه فما شكون اعترضت تمويلات يعني اللي كانت جاي لرئيس الجمهورية بعلاقات بكذي المهم ما تحصلش عليهم في الأخر ممكن تكون هذا التعاون ونحب نقول بأنه الرسالة اللي وصلت إلى رئيس الجمهورية من هذا المسؤول القطري اللي جايه وصله وبعده هو كلم أمير قطر راه زيدا قطر بعثت برسالة إلى عبد المجيد تابون قلت البارح يعني بعثت له رسالة كيف كيف واستقبلها تابون شنو العليقة وقطر شنو تحب الضبط من تونس والجزائر وشامل إفريقيا بشكل عام واشنو المصالح واشنو التفاصيل أكيد نرجع للموضوع هذا سنو نرجع على لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وسيد مراد سعدين المدير العام للأمن الوطني استدعاهم الزوز إلى قصر قرتاج وحكي وخاصة في مقاومة الاحتكار وضرورة التصدي لمن لا دأبة لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب على حد تعبيره ومن المفرقات اللي أشر لها رئيس الجمهورية في هذا الإتار أن السلع موجودة في المخازن بألاف الأطنين في حين تستورد الدولة نفس السلع هذي بأمويل باهظة وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محملة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد هذه ممارسات تكشف عليها رئيس الجمهورية الأكيد وأنه عنده تفاصيل يعني بشي يقول لكلم هذيع رحبا نقول زيدا حتى توينسى في حد ذاته فما ممارسات تحس أنت عطار الحومة يحتكر أي أنكين نراه ما نقولش مئة في المئة لكلهم أم لا نعرش قولولي أنتو ما في معناها في الجهة متعكم كيفاش ما يبيع لك كابكو الأحليب لما يقولك أنت تقضي من عندي ولا ما تقضيش من عندي ولا يقولك خذ معاهم حرتين يا غرط معناها أصلا الاحتكار هذي يزيدا لازم يضرب رئيس الجمهورية بيد من حديد على هؤلاء ليستغلوا في هالأزمات هذية بيش واحد يعلم بيها ربي ومبعض اللي آخر يبدأ يتشارط عليه لازم يتاخذ قضية ب10 ألاف ولازم يتاخذ قضية ب5 ألاف بيش تيخوا بكوحليب معناها هذي كلها ممارسات يعني من صغير للكبير من المحتكر الكبير للممارسات هذي في الأحوة لازم يتم التصديلها بشكل كبير خاطر هذي الكل في إطار تجويع تونسي واستغلال تونسي وللأسف نستغلوا بعضنا معناها هذي واحد يستغل لأخر البيرح زد رئيس الجمهورية استقبل سيدة نجلة بودان رئيس الحكومة أحكيه على سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وسير عدد من المرافق العمومية وهو يأكد رئيس الجمهورية أن حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء الذين يعانون من الظلم الذي سلت عليهم على مدى عقود وكل الإختيارات في المجال المالي يجب أن تقوم على قاعدة العدل الاجتماعي طبعا رئيس الجمهورية هنا يحكي على خاصة صندوق النقد الدولي اللي الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق معاه ورئيس الجمهورية في كل مرة يستاذي رئيس الحكومة يقولها لمجال بالمساس بالفئة الضعيفة والفئة الاجتماعية أيضا بارح رئيس الجمهورية قيسة سعيد استدعى نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية وحكيه على الحركة الدبلوماسية اللي بشتم الأعلان عليها قريبا نؤكد رئيس الجمهورية على الدور اللي يظطلع به الدبلوماسيين في الخارج على كل المستويات خاصة في مجال يجد حلول للتعاون بين تونس وأشقاءها إلى جانب دور القناصل في الإحاثة بتونسين بالخارج إلى غير ذلك وبتابعة الحال أعطاه وزير الخارجية نتائج مشاركة تونس في القمة الإفريقية والاجتماعات اللي نظمها مع عدد من المسؤولين الأفريقاء وبتابعة الحال شدد رئيس الجمهورية على أنه سيد التونس فوق كل اعتبار لا نتدخل في شؤون داخلية لغيرنا ولن نقبل أن يتدخل غيرنا في شؤون